طيب تعالي بقى نروح لموضوع كان مهم لأنه هو صادر من جريدة كبيرة قوي وجريدة مش محلية وفي نفس الوقت أثار غضب ناس على السوشيال ميديا صحيفة دايلي ميل البريطانية اتكلمت بس اتكلمت بشكل فيه حدية شديدة جدا وجهت فيه انتقاد لاذع زي ما بتقال للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب هنا اختيارات يا كريم المرشحين بقى للحصول على جائزة الأفضل من يويبا لعام 2022 طيب ليه ده حصل القائمة ضمت يعني القائمة النهائية ضمت للفوز بجائزة أفضل لعب في أوروبا موسم هنا بنتكلم 21-22 أسماء كتيرة جدا منهم على سبيل المثال كريم بنزيمة طيب كيفين دي بروين طيب فين محمد صلاح أقول لكم بقى للأسف احتل محمد صلاح فيها المرتبة السبعة في القائمة خلفا لروبرت ليفندوفسكي روبرت ليفندوفسكي بالمناسبة فاز بيها 20-20 اللي انتوا فاكرين وبرضو خلفا ليه سعد يوماني اللي هو احتل تقريبا المركز الخامس فيها حاجة زي كده طيب الصحيفة علقت كده تحديدا يا كريم وقالت عشان برضو زي ما اتقال اقول لحضراتكو تحديدا هي اضافت او قالت كده لا صلاح يعني معقولة لا صلاح مش معانا بطل ليفر بول بيغيب عن قائمة افضل لعب في اوروبا من يويفا بينما دي بروين متواجد واضافت هنا كمان الفائش بالحزاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز لم يتواجد في قائمة الثلات المرشح لافضل لعب في اوروبا يقول ايه ده بتتساءل وعلى الرغم من فوزه بجائزة افضل لعب في انجلترا من رابطة المحترفين الانجليز طيب تبعت كمان وقالت صلاح سجل 23 هدف في الدوري الانجليزي الممتاز بالموسم الماضي نقل الحذاء الذهبي مع هيونج منستون نجم توتنهام وفي دوري ابطال اوروبا سجل ايضا 8 اهداف وقاد ليفر بول لتحقيق كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين وساعد الريتز في الوصول لنهاء دوري ابطال اوروبا وقالهت كده الصحيفة يعني التقرير قالت بالمقارنة كمان سجل دي بروين 15 هدف فقط في الدوري الانجليزي الممتاز ومرتين في الدوري في الدوري حيث افاد منتخبنا سوريا في ابطال اوروبا واقصى كمان من ريال مدريد في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا طيب ده الكلام اللي هي قالته تحديدا والذي ما كنت بقول لحضراتكو هي انتقدت فيه بشدة الاختيارات وجابت بلغة الارقام يعني هي انتقدت الاسماء وكانت صريحة طبعا احنا ما عندناش هذا النوع من الصحافة الرياضية نعندنا نوع تاني خالص اه يعني هنا لما بنيجي ننتقد مش بننتقد شخص اللاعب هما ما انتقدوش شخص اللاعب هما لما تكلمت على دي بروين مثلا الصحيفة قالت لك هو فاز بواحد اثنين ثلاثة بالارقام بينما صلاح واحد اثنين ثلاثة فهو ده الانتقاد هي لا تعيب في شخص اللاعب أبدا ولا تقلل منه هي بتكلم في لغة الارقام ازاي ده تم ترشيحه يعني بالارقام دي مقارنة بمحمد صلاح بالارقام دي هو ده التسائل وهو ده اللي اثار غضب يعني جمهور كبير جدا في العالم كله فعلا حاجة غريبة انا لحد دلوقتي من الناس اللي مش عارفة بيتم الاختيار على اي اساس لما يبقى المنطق برضو غايب الى حد ما الارقام غايبة فبيتم الاختيار على اي اساس مش عارف غريب قوي الخبر ده وغريب قوي الترتيب اللي بتقولين محمد صلاح موجود فيه في القيمة يعني فعلا عجيب يعني شيء عجيب اشتركوا في القيمة